أهلا بكم متابعين الكرام إلى عدد جديد من برنامجي أدنهار ترندينج وكما عودناكم اخترنا وإياكم أبرز ما تم تدوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ولعل أبرز ما تم تدوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أرشيف الجزائر هذا ما قرره الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يوم أمس بالفصح عن أسرار الثورة الجزائرية وذلك بعد مطالب من المؤرخين والباحثين الفرنسيين وفي الجامعات الفرنسية بطبيعة الحال حول التاريخ الجزائر وذلك مثل ما تتابعونه في هذه الصور للأرشيف أرشيفة جزائر قرر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في بيان نشره قصر الإليزي يوم أمس الوصول إلى الأرشيفات السرية الخاصة بثورة الجزائرية يبان الحقبة الاستعمارية وعمرها الذي يتوجاوز الخمسين عاماً وسيكون الإطلاع عليها ابتتاء من اليوم نعم من اليوم عزماً على تعزيز الحقيقة التاريخية يضيف ذات البيان التعليقات جاءت كالتالي في هذا الملف من زيزو شوقي قال من المستحيلات المليون رايح أصدقهم يعني كيف العدو يخرج ملفات كهذه في وقت كهذا نتمنى الشعب الجزائرية توحد وما تبدلوش وثيقة أو الوثيقة اللي مضمونها يكون متغير ويدور ببلادنا ويدخل النفاق والشقاق بين شعبها أو تمس بأعمدة الدولة وركزتها وتجرم النظيف وتبر المتسخ أو تمس شريحة من البلاد في تعليق آخر لمسعود جلالي قال لا يعجبن الأمر منذ مدة وهم يتلاعبون بملف الذاكرة لو كانت هناك نية حسنة لتم تسليم الأرشيف كاملا إلى السلطات الجزائرية دون شرط أو قيد فرنسا لا تزال تناور وتتلاعب لا شيء في نفس ماكرون من ورائه فرنسا في تعليق ثالث وآخر لرستوم باب قال هل ماكرون اسملاح وراح يعطينا الأرشيف الحقيقي دون تصوير ودون انتقاء مثلا كان هذا التعليق أو تساؤل من رستوم باب إلى ملف ثاني وأشلف الشلف التي ربما نتحدث عنها والكارثة التي أحلت بهذه الولاية الشلف اليوم في اليوم الخامس تم العثور على آخر المفقودين جراء هذه الفيضانات التي شهدتها ولاي الشلف منذ خمسة أياف وتم اليوم الأربعاء العثور على جثة آخر ضحايا فيضان وادي مكناسة بشلف لترتفع حصيلة ضحايا إلى عشر ضحايا وعشر وفايا تتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر أحد عشر عاما رحمة الله على كل الضحايا حيث تم العثور على جثتها في نقطة التقاء بواد مكناسة ولواد شنف على بعد أربعة كيلومترات من مكان إنجراف السيارة التعليقات جاءت كالتالي في هذا الملف من وفا عبد الوهاب قالت رحمه الله رحمهم الله وجعلهم من أهل الجنة وفي تعليق آخر لصلاح قال الله يرحمهم برحمته الواسعة وفي تعليق آخر وآخر من فوزي أبو ربيا قال ربي يرحمهم إن شاء الله وتحية التقدير واعتراف للحماية المدنية تجعل الإشارة إلى أن المصالح وأعوان الحماية المدنية قد سخرت ما تم تسخره من نجل انتشال جثث الضحايا رحمة الله عليهم كان هذا كل ما لدينا متابعين الكرام خلال هذا الموعد والعدد الجديد للنهار ترندي شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء